موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلامذ وتلميزات الصف الأول الابتدائي يتجدد بكم اللقاء يا أبطال في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية درسنا بعنوان المد بالآلف من فيكم يا أبطال مستعد للرحلة معايا إلى المد بالآلف هيا بنا جميعا يا أبطال عندنا الحركات القصيرة الفتحة الضمة الكسرة الفتحة أعدت في مرة تفكر وتقول أنا ليه قصيرة وضعيفة أنا عايزة أكون قوية وطويلة أعمل إيه أعمل إيه ولفت والدور علشان تفكر وفي النهاية قالت أنا روح لأولاد عمي حروف المد يمكن ألاقي حد فيهم يساعدني وراحت لأولاد عمها قالت لهم قصتها الألف قال لها خلاص يا فتحة أنا هساعدك لكن عند شروط الفتحة قالت للألف وإيه شروطك يا ألف لها أول حاجة إنك تكوني قبلي دايما يا فتحة والحرف اللي هتأث عليه هنسميه الممدود الفتحة قالت له أنا موافقة على شروطك يا ألف قال لها استني أنا عندي شرطي كمان إيه يا ألف قال لها إني ملبس أي حاجة فقراصي ولا في رجلي أقف لوحدي يا فتحة الفتحة قالت له أنا مش فاهمي ألف فهمني كمان قال لها استني أنا هقولك أنا مش بحب ألبس فوقي همزة ولا حتى فتحة ولا تحت كسرة ولا حتى ضمة ولا سكون قالت لها خلاص أنا كده فهمت إنك يا ألف لوحدك واقف وحدك عندك شروط تانية قال لها أيوة عندي شرط أخير إني مجيش في أول الكلمة خالص آجي في نص الكلمة أو في آخر الكلمة الفتحة قالت له موافقة على كل شروطك يا ألف ومن وقتها يا أبطال الفتحة والألف بقصحاب الألف المد لازم ييجي قبله فتحة والحرف اللي قبله بنسميه الممدود بنسميه إيه يا أبطال الممدود يا أبطال فاكرين لما كنا بنقول الفتحة تفتح بق الفو تا 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 تمام تا حركة قصيرة ولا حركة طويلة حركة قصيرة لأن عليها فتحة بس مش بعدها مد طيب إمتى نخليها حركة طويلة لو جات بعدها ألف مد يلا ننطق مع بعض يا أبطال هننطق التا المفتوحة تا ونمد في الصوت تا يلا مع بعض يا أبطال تا ذي كلمة إيه تاجو تاجو نأخذ مثال تاني با حركة إيه قصيرة يلا نخليها حركة طويلة هنمدها بإيه قلنا الفتحة بتصاحب الألف يلا ننطق مع بعض هنقول إيه با با ذي كلمة إيه يا أبطال بابو بابو نأخذ مثال تاني يا أبطال قا حركة قصيرة ولا طويلة حركة قصيرة يلا نمدها نقول إيه قا بأمدناها بالألف مثال كلمة قاربو نقول مع بعض يا أبطال قا قاربو مثال أخير ما ما حركة قصيرة لما نمدها نمدها بإيه بالألف لأن الفتحة مصحبة الألف يلا ننطق مع بعض ما ما أو ما ما أو نأخذ حاجة تاني يا أبطال ارسم دائرة حول الكلمات التي بها مد بالألف يلا مين يقرأ معايا نحاول نقرأ يا أبطال من بداية الكلمة هنقول إيه شراعو شراعو فيها مد بالألف يا ترى مديت وطولت في الصوت ولا لا نعم طولت في صوت الراء يبقى نعمل عليها دايرة الكلمة التانية كلمة إيه يا أبطال يلا نقرأ مع بعض أذنه فيها مد لا ما فيهاش مد ما طولناش في أي صوت من الأصوات كلمة التالتة خيار خيار فيها مد يا أبطال نعم طولنا في صوت الياء لأنه جاء بعدها إيه آلف مد خيار كلمة الرابعة رأس رأس يا ترى فيها مد ولا لا ما فيش مد ما طولناش في أي صوت تاج تاج فين المد يا أبطال فيها مد نعم فيها مد بالألف لأننا طولنا في صوت إيه في صوت التا تاج تاج الكلمة اللي بعدها نبأ نبأ الألف هنا إيه يا أبطال الألف عليه همزة هنا لابسها الهمزة لأ طبعا ما تنفعش يبقى ما تبقاش ألف مد نروح للنشاط آخر بيقول لنا حدد الحرف الممدود الحرف الممدود نعرفه إزاي يا أبطال قلنا الحرف الممدود إيه اللي بيكون قبل المد وممكن نرنيه لأغنية جميلة ونقوله إيه يا ممدود يا ممدود بيتك قبل المد يبقى الحرف الممدود بيته فيني أبطال بيكون قبل المد يبقى لما أنا عايز أطلع الحرف الممدود لازم أدور على حرف المد وأروح للحرف اللي قبله تفاح تفاح فين حرف المد الألف فين الحرف اللي قبله الفاء يبقى الحرف الفاء هو الممدود إنسان إنسان فين المد يا أبطال المد بالألف قبله إيه السين يبقى الحرف الممدود فين السين أحسنتم سا بعد كده كلمة إيه صبار صبار فين الألف المد الألف المد قبله إيه قبله الباء يبقى فين الحرف الممدود قلنا يا ممدود يا ممدود بيتك قبل المد فين البيت اللي قبل المد الباء يبقى باء باء كتاب كتاب فين الألف المد الألف المد قبله إيه قبله التاء يبقى الحرف الممدود هنا يا أبطال التاء تاء تاء بعد كده تاج يلا نفكر مع بعض يا أبطال فين الممدود الممدود اللي بيكون قبل المد التا طماطم طماطم فين يا أبطال حالي في المد قبله ايه الميم يبقى الحرف الممدود هو الميم ما نشاط حدد حرف المد والحرف الممدود في الكلمات التالية يلا نقرأ مع بعض ضابط ضابط فين المد الألف نكتب ألف فين الممدود اللي قبل الألف اللي هو ايه الضاد ضا قارب فين المد الألف الممدود اللي قبل الألف قا دجاج دجاج فين المد يا أبطال الألف الممدود أحسنتم سامعكم كلكم بتقولوه الجيم جاء 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 يلا نروح لحاجة جميلة جدا يا أبطال معنا اسمها دمج وتركيب يعني ايه لما بابا يجيب لك لعبة جميلة لكن اللعبة متفككة من بعضها وإحنا عايزين يا أبطال نركب اللعبة ونرجع القطع كل قطع في مكانها هي دي بقى اللعبة بتاعتنا اللي بنسميها دمج وتركيب يلا بيقول لنا ايه ادمج المقاطع اللي تكون كلمة ال ده مقطع و مقطع ن مقطع تاني أبطال يبعندنا كم مقطع تلت مقاطع يعني تلت قطع عايزين التلت قطع نركبهم مع بعض علشان نكون منهم كلمة يلا ننطق مع بعض ال و ن ال و ن يلا نكتب الو 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 الكلمة التانية أص ح ح ب أص ح ب كلمة ايه يا أبطال أصحاب أحسنتم أصحاب كلمة التالتة ح ذ أو ح ذ أو يضطر كلمة ايه نقرأ كلها على بعض ح ذ أو ح ذ أو كلمة الأخيرة معنا اسمها ايه أط ف لو أط ف لو نكتب أطفال أحسنتم يا أبطال نروح لحاجة جديدة معنا اسمها حل للكلمة إلى مقاطع صوتية اللعبة اللي كانت معنا من شوية لما يكون اللعبة متركبة وإحنا عايزين نلعب معها ونفككها يعني نحللها قطع تعالوا نشوف مع بعض بنحلل الكلمة إلى مقاطع صوتية إزاي أول حاجة يا أبطال الحرف المتحرك قوي ومين هو الحرف المتحرك إلا على فتحة أو ضمة أو كسرة حرف قوي يعني إيه قوي يا أبطال يعني ينفع نقرأه لوحده يبقى نقدر نعمله مقطع لوحده زي حرف إيه هنا زي حرف الآلف اللي تحته همزة نقول إيه 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 شفت إزاي قدرنا نقرأها لوحده تمام طيب وعندنا إيه كمان عندنا حاجة اسمها حروف ضعيفة إيه هي الحروف الضعيفة أي حرف عليه سكون حرف ضعيف وأي حرف مد حرف ضعيف طيب يعني إيه ما ضعيف يعني ما ينفعش نقرأ لوحده لازم نخليه مقطع مع اللي قابله تعالوا نحلل مع بعض الكلمة دي أول حاجة الألف قلنا عليه إيه قوي ينفع عن طاق لوحده تمام ينفع يبقى قول إي إي النون النون هنا ساكن ينفع عن طاق السكون لوحده لأ طبعا ما ينفعش يبقى يحصل له إيه لازم يسند على الهامزة أو الألف اللي قابلها إن إن السين السين عليها يا أبطال فتحة قلنا الحرف اللي عليه فتحة قوي والله ضعيف قوي نقدر نطق لوحده تمام نقدر يبقى نعمل إيه نعمل فاصل وبعدها السين يعمل مقطع لوحده ليه مقطع لوحده لأنه حرف متحرك والحرف المتحرك بيعمل مقطع وحده بعد كده فيه إيه آلف المد الألف المد قلنا الألف المد إيه حرف ضعيف ما ينفعش ننطقه وحده لازم يسند على اللي قابله سا طيب بعد كده النون النون عندها ضمة النون عندها ضمة حرف متحرك قلنا الحرف المتحرك وحده يبقى نعمل الفاصل وبعد كده نو يلا ننطق مع بعض ان سا نو وعلشان نقدر نعرف التحليل لانه مهم جدا جدا عندنا ممكن نغني اغنية ونحفظها مع بعض نقول ايه الحرف المتحرك وحده والساكن مع اللي قابله والمد مع الممدود هنحطي صوت على صوت ننطق الكلم مفبوط يلا ناخد عليها انشطة حال للكلمات التالية كلمة مفتاح الميم الميم متحرك قوي لكن الفا ساكن وضعيف ما ينفعش انطق الفا الساكن لوحده يبقى قول ايه مف مف التا متحرك معاه مين معاه المد يبقى تا الح مفتاح الح الح حرف قوي يبقى نعمل ايه مقطع لوحده مف تا ح يلا الكلمة اللي بعد كده شراع شراع الشين هنا يا بطل الشين مكسورة حرف قوي يبقى عندنا شي الر الفتحة ده حرف ايه مد ولا ممدود ده حرف ايه ممدود وبعده مد وإحنا لسا يلين المد مع الممدود يبقى نقول ايه را العين العين اخيرا المفروض بيكون عليها ضمة عو يبقى عندنا كم مقطع تلات مقاطع صوتية ش را عو شراع عندنا الكلمة التالتة اسنان اسنان الالف الهمزة حرف قوي ولا ضعيف حرف متحرك تمام لكن هنا اسكون لازم يكون مع القبل وبنقول ايه اس اس النون حرف ممدود وبعده المد قلنا المد معه الممدود يبقى نا بعد كده النون المضموم نو نو اس نا نو تيطار تيطار القاف حرف متحرك قلنا الحرف المتحرك واحده قل اطا هنا يا ابطال اطا ممدود والف المد يكون مقطع مع بعض الراء في الاخر خالص عليها ضم تيطار اخر نشاط معنا يا ابطال هنقرأ القصة الجميلة وهنستخرج الكلمات اللي فيها مد بالالف يلا نقرأ مع بعض في يوم من الأيام ذهب عامر إلى البحر ثم ركب قاربا في المياه ولكن فجأة جاءت رياح قوية يلا نقرأ مرة ثانية ونشوف الكلمات اللي فيها مد بالالف في يوم من الأيام الأيام تمام فيها مد بالالف الأيام ذهب عامر عامر فيها مد به يا ابطال فيها مد بالالف وكمان كلمة إلا لكن فين الألف الألف الأخيرة دي بنسميها ألف لينة تنطق ألف وتكتب يا البحر ثم ركب قاربا فين المد بالالف المد بالالف أبلقاف في المياه فيها مد بالالف تمام أحسنتم ولكن فجأة فجأة فيها مد بالالف لأ طبعا الألف عليه همزة ما تنفعش تكون مد جاءت جاءت مد ولا لا يا ابطال فيها مد جاءت رياح رياح فيها مد بالالف نعم فيها مد بالالف يلا نختار منهم أربع كلمات كلمة إيه عامر فين الحرف الممدود العين ع ع كلمة إيه تانية أبطال قارب قارب فين الحرف الممدود القاف ق ق بعد كده عندنا إيه المياه وفيه كمان جاءت 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 فين الحرف الممدود الجيم جاء جاء عندنا إيه كمان يا ابطال رياح رياح فيها مد بالالف فين الحرف الممدود الحرف الممدود إلياء أحسنتم وإلى هنا ناتي إلى نهاية هذا الدرس الشيق الجميل إذا أعجبكم الفيديو عليكم الاشتراك في قناة حسام أبو أنس التعليمية وتفعيل خاصية الجرس وتركي تعليقا دعما للقناة وإلى أن ألقاكم في درس آخر لكم مني أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته